جدد المجلس الثوري لحركة فتح موقف السلطة الوطنية الرافضة للمشاركة في مؤتمر البحرين المقرر أواخر الشهر الحالي والذي سيبحث الشقة الاقتصادية مما يسمى صفقة القرن تفاصيل أوفا في التقرير التالي تعتبر السلطة الأعلى في حركة فتح مجلسها الثوري هذا المجلس المنعقد منذ يوم أمس يخرج اليوم مؤكدا على قرار القيادة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن ولكل ما ينبثق عنها خصوصا مؤتمر المنامة الذي وصفه بيان اجتماع المجلس الختامي بمؤتمر الندامة الهادف لتصفية القضية الفلسطينية ولخلق بديل لقيادتها الحالية المتمثلة بمنظمة التحرير والالتفاف على النظام الفلسطيني هو موقف القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني بالرفض المطلق لهذه الورشة العار وهذه الورشة التي تحاول فيها الإدارة الأمريكية فتح الأبواب على أكثر من اتجاه للتطبيع ليس فقط تطبيعا شكليا وإنما أيضا للالتفاف على النظام السياسي الفلسطيني ومحاولة خلق بدائل لنظامنا السياسي الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية بيان المجلس يدعو الفلسطينيين للخروج خلال أيام الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي وهي الأيام التي ينعقد خلالها المؤتمر أو الورشة الاقتصادية في العاصمة البحرينية دعا البيان لخروج الفلسطينيين إلى الميادين لأجل فلسطين وقضيتها ولأجل القدس العاصمة الأبدية مجددا دعوة العرب لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المرحلة تطلبت هذا الاجتماع العاجل الذي حصل على مدار يومين نحن نقول الميدان دايما هو الحكم نحن نزلين على الشارع نزلين للمقاومة الشعبية مقاومة بفن الممكن لن نرضى بأن يذل الشعب الفلسطينيين لن نرضى مطلقا أنه ترامب يتحكم في قضية فلسطين المجلس الثوري تبنى ودعا جماهير شعبنا للنزول للشوارع حتى يتم إيصال الصوت الفلسطيني واضحا هنا في الداخل وإيضا في الخارج لرفض هذه الصفقة وتبعاتها التي تتجلى في مؤتمر البحرين يؤكد المجلس الثوري لحركة فتح على موقف الفلسطينيين الرافض لما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به من ابتزاز للشعب الفلسطيني مؤكدا على أن الموقف الوطني يمثل كافة أطياف النسيج الفلسطيني التي تجمعها كلمة واحدة هي رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين الاقتصادي ولأي محاولة تود تصفية القضية الفلسطينية من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا